اشتركوا في القناة اه شطارة مش انك انت تذاكر كتير انك تذاكر صح وانك تذاكر صح ده معناه انك انت تعرف تركز مجهودك ووقتك على الحاجات المهمة ما تقعدش تضيع وقت في انك انت تعيد وتزيد معلومات يمكن ملهاش لازمة زائد ان النصيحة الازالية اللي بحب اقولها لكل الناس ان عشان المعلومة تثبت انت محتاج تذاكر اكتر من مرة مش تذاكر وقت طويل بمعنى ان انت لو محدد ساعتين لشابتر معين عشان تذاكره فانت اللي احسن واللي هيفيدك اكتر واللي بيثبت في اكتر هو انك انت ساعة تذاكر بسرعة النهاردة واستاعة تانية تعيدها بكرة عن انك انت تقعد ساعتين دول تنام على الشابتر النهاردة يعني غالبا مذاكرة اول مرة مش بتثبت كل ما زودت عدد مرات المذاكرة كل ما المعلومة ثبتت اكتر ومش كل مرة لازم تاخد وقت طويل بس تتعدي بعينك على الحاجات المهمة علشان ما تضيعش وقت تاني نصيحة هي ان كليتنا فيها حفظ كتير وده كلام احنا عارفينه بس الحفظ بيبقى اسهل بكتير لو انت فاهم لما انت بتحفظ عن عدم فاهم الكلام هيتنسل وهيبقى صعب قوي انك تريكل المعلومة بس لو انت فاهم هيبقى حتى سهل انك انت تخمن المعلومة من فاهمك للموضوع وده اللي انا هحاول عمله لكم النهاردة ان شاء الله في حصة النهاردة انا هبدأ بالكيدني واليورينري تراكت ديس اوردرز بحب الدرس ده بصراحة فبحب ابدأ به فان شاء الله هنشرح النهاردة هذا الشابتر اول حاجة محتاجين نقولها في الكيدني هو الاناتومي احنا عارفين ان الرينال سيستم بيتكون من تو كيدنس بيصفوا الدم عشان يطلعوا لي اليورين يمشي في اليوريتر عشان يوصل لي اليورينري بلاتر عشان ينزل في اليوريترا لو اخدنا الكيدني من جوها اللي هي بتتكون من القشرة اللي برا دي اللي هي الكورتكس وجوه عندي الميدلة عندي الاهرامات دي اسمها الرينال بيرامدز بعد كده عندي حاجة اسمها الماينور وي الميجور كالكس اللي هي القنوات اللي بنصب فيها اليورين اللي هيتحدوا مع بعض عشان يعملوا لي حوض الكليا الرينال بلفس وبعد كده يصبوا في اليوريتر طيب ما هي وظائف الكيدني يعني الكيدني دي ربنا خلقها ليه رقم واحد علشان تصفي لي الدم تفلتري الاملاح والاينز اللي انا مش محتاجاهم وتحافظ على المولوكيولز الكبيرة ما تنزلهاش في الدم طيب بعد ما تفلتر تقول والله معلش انا عاية صغير في حاجات انا محتاجها رجعها لي تاني الجسم يبقى بعد ما بتفلتر بتعمل الري أبزوربشن للحاجات المهمة تالت حاجة بتتحكم في اليورين بتاعي مركز ولا مخفف على حسب حالة الجسم صايمين النهاردة بقلنا 12 ساعة مشربناش مية فاليورين بتاعي هيبقى مركز بنشرب مية طول اليوم وعندي هيمو دايلوشن فاليورين بتاعي هيبقى مخفف يبقى الديلوشن او الكنسنتريشن بتاع اليورين بتزبط ضغط الدم عن طريق المادة الرائعة اللي بتطلعها اللي هي اسمها الرنين وهنشرحها بالتفصيل كمان شوية بتاكتف فيتامين دي واحدة من الأورجنز المهمين الضروريين عشان فيتامين دي بتاعنا يتاكتف وفيتامين دي دا مهم جدا عشان امتصاص الكالسيوم واخر حاجة بتزبط لي البي اتش بتاعت الدم طيب انا عايز دلوقتي اشوف اعمل assessment لrenal functions عايز اشوف وظيف الكلا بتاعتي شغالة ولا لا قالك والله عندك حاجة من اتنين يا اما تعمل تحاليل يا اما تعمل اشعة لو هتعمل تحاليل اول تحاليل عندي بنعمله اللي احنا بنسميه اصلا تحاليل وظيف الكلا اسحب عينة دم وشوف فيها اليوريا والكوريات احنا بنقولها كده طيب اول حاجة عندي هو البلازما كرياتينين الكرياتينين دا مادة جاية من تكسير العضلات طيب عادة انا باستخدمه علشان اشوف بير رينال function لو انتم شفتوا اي حد كبير في السن بيعمل تحاليل وظيف كلا هتلاو فيه يوريا وكريات طيب مشكلة وايه بقى الكرياتينين دا في الاطفال قالك والله ان اساسا الكرياتينين في الاطفال بيزيد ليه لان الاطفال دا جاي نتيجة العضلات والعيل دي كل شوية عضلاتها بتكبر وطولها بيزيد دي اول مشكلة تاني مشكلة في الكريات في الاطفال هو ودي في الاطفال والكبار ان اصلا عشان الكريات يزيد في الدم معنا ان باي باي كدني بتاعت انهارت يبقى هو بيزيد بعد ما قردي الكدني تفقد جزء كبير جدا 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 من الفونكشنز بتاعتها يبقى الكرياتينين ليبل مش بيبقى زيادة قوي غير لو الرينا الفونكشن قريدي بقيت في البي باي باي طيب تاني حاجة في تحليل وظائفة كلا اللي بنقول عليها هو اليوريا اليوريا دا بيزيد لو انا عندي اكي اي او اكيوت كيدني انجري وفي السي كي دي اللي هو الكراني كيدني انجري وبيزيد قبل ما الكريات يزيد حالو جميل يعني انا لو اليوريا زاد ممكن الكريات يبقى نورمل بس اليوريا زيادة عشان في مشكلة في الكالي قال لك اه بس فيه خزوق في اليوريا برضو ايه? ان هو مش بالسفك لمشاكل الكيدني. ده ممكن يزيد في حالات الجفاف. لو انت عندك جفاف جامد الكلية هتضطر ترجع مية كتير والمية وهي راجعة تاخد معا شوية يوريا فاليوريا تزيد. ممكن يزيد لو الجسم بيبدأ يتكسر. لان اليوريا دي اصلا جاية من البروتينات. ممكن يزيد لو انت بتاخد بروتين كتير. لان احنا قلنا اليوريا دي مادة نتجة من الميتابوليزم بتاع البروتين. ممكن يزيد لو انت عندك بليدنج. طيب. اليوريا نفسها لما بتزيد بتعملي حاجة اسمها يوريميا. يوريميا يعني زيادة اليوريا في الدم ودي اللي هتعمل لي نوزيا وفوميتينج وصداع. طيب. الحاجة التالتة رائعة. رائعة ان انا شخص بها وزيف الكليا بس هي صعبة شوية. اسمها ايه? اسمها الجولوميلر فيلتريشن ريت. معدل التنقية. انا عارف ان معدل التنقية بتاعي. في الناس الكبار يعني من تسعين لمية وعشرين او مية خمسة وعشرين. في الصغيرين من تمانين لمية وعشرين. وده عبارة عن حجم البلازمة اللي بتتفلتر في الجولوميرلاي كل من الجولوميرلاي يعني كل دقيقة. طيب. علشان اجيب الجولوميلر فيلتريشن ريت دي حاجة معقدة قوي. لازم احق المادة. المادة دي بيبقى اسمها انيولين. والمادة دي لا يحصل لها سيكريشن ولا ترجع للدم. وبعدين اشوف اللي كان موجود في البلازمة. وبعدين اشوف اللي نزل في اليورين وحجم اليورين وموال منايل بنيلة. مش عليكو خالص. فدي حاجة صعبة. فعشان كده الجولوميلر فلتريشن ريت صعب ان انا نجيبه. بس بعمل حاجة اسمها ايه بقى? اسمها استيميتد جولوميلر فلتريشن ريت. يعني احنا قعدنا نعمل شوية معادلات كتير قوي كده علشان اخمن الجولوميلر فلتريشن ريت معتمد على نسبة الكريات في الدم. يبقى تاني. معدل التنقية ده صعب ان انا اجيبه. ده موال. حوار ازرق. طيب. علشان اجيبه قالك والله احنا هنعمل استيميشن. يعني ها بالسنس كده هعمل شوية معادلات عشان اشوف الجولوميلر فلتريشن ريت بتاعي بيبقى ازاي? اللي هو بضرب واحد وتلاتين في الهايت وبعد كده اسم على الكريات وقصة. طيب بيقولك معدل التنقية في العيال اللي لسه مولودة بيبقى صغير. وخاصة لو العيال مولودة بري ترم. بيقولك عند تمانية وعشرين اسبوع يعني لو البيبي تولد تمانية وعشرين اسبوع الجولوميلر فلتريشن ريت بتاعه عشرة في المية من اللي العيال تولدت في معادها. طيب في العيال بقى اللي تولدت في معادها. بيقولك في الجولوميلر فلتريشن ريت بتاعهم. بيبقى من عشرين لتلاتين ميلي في الدقيقة. وبيفضل يزيد 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 لغاية سنة وسنتين. اما يوصل بقى للرينج الطبيعي بتاعنا او اقل سيكا اللي هو من 80-120 ملي في دقيقة انتم متخيلين فرقات دي يعني العيل اول ما بيتولد ممكن يكون بيفلتر من 20-30 ملي حاجة فاسفوسة خالص يا دوب والله انا لسه مولودة اللي يكرمكم استنوا عليها شوية وبعد كده خلال سنة لسنتين بيبدأ يزيد لغاية ما يبقى قريب مننا خالص اللي هو من 80-120 طيب رابع حاجة ممكن اعمل لها تحليل واشوف منها وظيف الكليا هو الورينيري بروتين لص احنا عارفين ان الكليا تفلتر اللي تفلتره بس البروتين ما بتنزلوش وانس ان الكليا بقت بتنزل البروتين في اليورين معنى كده ان الكليا بتاعتي بيبقى فيها مشكلة طيب دي اول مجموعة من الانفستيجيشنز ثاني مجموعة من الانفستيجيشنز هي الراديولوجي ان انا اعمل اشعة اول اشعة واسهل اشعة وارخص اشعة اعمل سونار الالتراساوند ده الستاندر ايمجينج بروسيدور ببدأ بيه ليه؟ رخيص سهل اموره سهلة الحاجة التانية ان هو بيديني بس مش يعني ايه؟ يعني هو هيقولك ان انا عندي كليتين والكليتين دول طالع منهم اتنين يوريتر واليوريتر دول مش مستودين وما عنديش حصوات والبلدر بتاعتي كويسة واليوريتر كويسة بس هل هيقولك الكليا دي شغلة ولا لا برا عنه؟ يبقى هو بيقولك الاناتوميكال بس مش الفونكشنل مناسب جدا ان انا شوف به لو واسع ولا دي في حصوة ولا لا في كالسيوم على الكليا ولا لا العب بتاعه ايه؟ ان الصنار ده في شخص بيعمله مش مثلا جهاز بيعمله لا انت فيه بني ادم بيحط البروب وهو اللي يعمل الصنار وبالتالي ده اوبريتور دي بندنت الراجل شاطر هيجيب لك نتائج كويسة الراجل حمار مش هيجيب لك نتائج كويسة تاني حاجة ان هو مش كل يبقى ده اول اشعة تاني اشعة حاجة اسمها يعني العيل بيعمل ببي يعني هصور يعني والبني ادم بيعمل ببي ازاي؟ قالك والله انا هحقن سبغة عن طريق اسطرة وحطها فيه المسانة البولية فهنا فيه السبغة واشوف العيل وهو بيعمل ببي انا عايز اشوف ايه؟ قالك والله اشوف السبغة دي هتنزل كلها لتحت ولا فيه حاجة قفلة من قدام؟ وهل هتنزل لتحت ولا هترجع لورا؟ يبقى انا هشوف بيه حاجتين مهمين قوي حاجة اسمها ارتجاع من البلادر لليوريتر يعني بلادر يعني ارتجاع من البلادر لليوريتر او فيه السبغة وصلت وكملت ولا وقفت هنا ومش عارفة تكمل طيب ان دي اسطرة وبحقن سبغة وبتاع فده انفيزيف طبعا حاجة دمات قيل قوي يعني انك انت تبقى بتتصور حاجة يعني خنقة طيب تالت نوع من الاشاعة هو ان انا اعمل اشاعة مقطعية ودي بتأكد منها من الستون يعني انا في الاخر لو فيه واحد جالي عالصنار ان هو عنده حصوة بعمل ان هو تفولو اوب انك تروح تعمل سيتي سكان يجيب لي بقى المأس بالزبط وكل حاجة ممكن اعمل اكس راي عشان الاكس راي هيقول لي لو فيه اي مشاكل في الاسباين الكود وممكن يقول لي برضو لو فيه ستون فيه حصوة والحصوة دي منورة كده في ال فيه الاكس راي بس مش بيشوف اوي الكالسي حاجة اللي بعد كده حاجة اسمها دمسة سكان ايه دمسة سكان قالك والله دي مادة مشاعة بنسبغها بسوري بنحقنها والحقن بتاعها ده بيوصل للكاليا جميل اوي قالك والله هي بتروح للكاليا تنور الاجزاء اللي شغالة يبقى الدمسة سكان دي عشان اشوف والله لو حتة مش شغالة او حتة فيها سكارز او حتة فيها دفكس مش بتاخد السبغة يبقى دي بتديدكت الدفكس بتديدكت السكارز بتديدكت النون فونكشنينج رينال تيشو بس هي بمعنى ان لو انت عندك سكار فاسفوسة لو سبته يومين تلاتة هيخف برضو هيبان لك ان هو مش شغال عشان كده لو عايل جاله انفكشن معلش استنى عليه شهرين بعد الشهرين دول تكون السكارز بتاعتها كلها اختفت عشان ما يجي لكش ان فيه مصيبة في الاشعة والموضوع سهل يعني طيب اخر حاجة بقى حاجة اسمها الفونكشنل تست بلادر فلو يورو دايناميكس يعني في الاخر عايزين نصور بقى ونشوف البلادر بتاعتك بتفضي كويس ولا لأ بتفضي بريت عامل ازاي الفليود او اليورين وهو نازل نازل بريت كويس ولا مقطع ده كله بيبقى مهم علشان ممكن تبقى فيه مشاكل في البلادر هي اللي بتخلي انه كل شوية حد يجي له يوريني ري تراكت امفكشنز طيب اول موضوع معانا هو الكونجينيتال اناميليز عشان نفهم كونجينيتال اناميليز محتاجين نفهم هي الكيدني بتاعتي تكونت من اين تكونت من الانبوبة دي اللي هي اسمها اليوريتاريك باد واليوريتاريك باد دي بتكون الحالب وبتكون حوض الكليا وبتكون الجزء الاخير في النفرون اللي هو ايه اللي هو الكوليكتينج داكت بتاعت النفرون اخر جزء في النفرون طيب بعد كده عندي حاجة اسمها النفرك داكت والنفرك داكت او النفرك مزينكايم هي اللي بتكون باية النفرون يبقى ده النفرون بتاعي البومانز كابسول البروكزي مالكنفليوتي تيوبيول اللوبوفينلي الديستل والكوليكتينج داكت الكوليكتينج داكت وكل القنوات بيكونها اليوريتاريك باد الباقي بيكونوا النفرك داكت اول مشكلة عندي هي الرينال اجينيسز ما كونناش كيدني اصلا والله لو كيدني واحدة ما تكونتش خلاص حصل خير الكيدني التانية هتكبر وهي اللي هتقدي الفانكشن بس ما تضغطش عليها او انت هتضغط عليها لترالي يعني الناس عندها اتنين كيدني وانا شغال بكيدني واحدة ففي احتمال ان يجيلي هايبرتنشن طيب لو التو كيدنيز ما تكونوش ما فيش كيدني يبقى ما فيش يورين ما فيش يورين والبيبي في بطن مامته يعني ما فيش امنيوتك فليود السائل اللي حوالين الجنين مش هيتكون ما فيش امنيوتك فليود يعني عندي حاجة اسمها يعني السائل اللي حوالين الجنين قليل المشكلة المشكلة ان البيبي مش عارف يتحرك لان ما فيش سائل يتحرك فيه ومشكلة ان فيه بريشر على وشه وشه بيبقى مبطط ومش قادر يتحرك واللنج مش عارفين نكونها لان عشان اللنج تتكون كانت بتاخد من السائل ده كل الحاجات دي مع بعض بتعملي حاجة اسمها بوتر سندروم. يبقى لو انا عندي بايلاترال رينال اجينيسيز. التو كيدنيز مش موجودين. معنى كده ان انا عندي هيعمل لي بوتر سندروم. ودي هنتكلم عنها كمان شوية بالتفصيل. طيب تاني حاجة حاجة اسمها مالتي ساستيك ديس بلاستيك كيدني. ايه المالتي ساستيك ديس بلاستيك كيدني دي? قالك والله غلطة عشوائية حصلت ان اليوريتيريك باد اللي كان بيكون الاجزاء دي مع النفرك داكت ما لحموش في بعض. يا خبر ده ادى الى ان انا عندي ساست والساست دي فيها تيشو والتيشو ده نون فانكشنينج فيه تيشو مش شغال. طيب. المشكلة قالك والله لو يوني لاترال معلش كيدني التانية هتؤدي الغرض من التصفية. والكيدني دي غالبا هيحصل لها انفوليوشن يعني هتختفي عند سنتين. ولو عملت هيبرتنشن ابقى دخل شيلها اصلا. هي قردي دي عملالي قلق. فخلاص بقى شيلها. طيب. لو باي لاترال يبقى ما فيش يورين. ما فيش يورين. يبقى البيبي مش قادر يتحرك. هيتبطط فيعمل لي حاجة اسمها بوتر سندروم. جميل? طيب. ممكن يحصل في مشاكل تانية اصلا بتبقى موجودة في في زي او مشاكل تانية في تانية زي الفرتبري والانوريكتال والكاردياك وكل الحاجات دي. طيب تالت مشاكل معايا حاجة اسمها سيستيك ديس بلاستيك كيدني. او البولي سيستيك كيدني سندروم. ايه البولي سيستيك كيدني سندروم دي? قالك والله انا عندي سيستس. بس السيستس دي فيها رينالتيشو شغالة. بس في نوعين على حسب الجينات. يبقى دي المشكلة مشكلة ورصية. انه عين? قالك والله ممكن يبقى الجين بتاعي اوتوزومل ولو اوتوزومل ده هيعمل لي مشكلة صعبة. السيستس دي هتبقى موجودة بدري اوي والعيال صغيرين مولودين لسه فيعمل لي طيب. يعني فيهم سيست والسيست دي من والعيال لسه صغيرة ممكن ما تبقاش قادرة تتكون اليورين فبرضو تعمل لي بوتر سندروم. طيب. لو هي اوتوزومل دومينانت معلش الحمد لله رب العالمين الاعراض هتظهر متأخر شوية. يعني السس هتبقى متكونة بس مايكروسكوبك صغيرة. تبدأ تظهر في الادلتهود. فالاعراض بتاعتي تبقى اظهر في الادلتهود. يقول لك السس دي زي ما تكونت في الكيدني ممكن تتكون في الليفر وممكن تتكون في البانكرياس. ممكن تعمل لي يعني 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 توسع في الشرايين بتاعة المخ. وممكن تعمل لي مشاكل في البالبز بتاعة القلب. دي مقارنة بين التلات حاجات. المالتيسيستيك دي مش هريديتري. ده والله حصل معلش آآ سوق تكوين. ممكن تبقى يوني لاترال. ممكن تبقى باي لاترال. والتيشو بتاعي نون فانشنينج نون فانشنينج. الرينا التيشو مش موجودة. طيب. التانية بقى البوليسيستيك كيدني ديزيز والله على حسب. هي اوتوزومة ولا اوتوزومة دومينانت. في اللي اتنين بييجو في البايلاتري في النحيتين. والتي هيديتري. الاتنين مراسيين. اما الاوتوزومة الريسسسف دي بتاعة العائل الصغيرة اللي تشايدهود. اما الاوتوزومة دومينانت. دي بتاعة الادلت هود او بتيجي في سن كبير. طيب. طيب. هنا دي الاوتوزومة الريسسسف شايفين كور 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 قد ايه. والعائل لسه يعاني بيسمي. اما الاوتوزومة cancer اقل شوية وتبدأ تظهر اكتر لما العائل يبدأ يجبر. طيب. بعد كذا عندي حاجة اسمها بيلفك كيدني. احنا عارفين في الامبريولوجي ان الكيدني بتاعتي بتتكون في الحوض وبعدين تبدأ تطلع لفوق. ممكن ما تطلعش الفوق وتفضل تحت باسمها بيلفك كيدني. ممكن والتو كيدنيز وهم طالعين يلحموا من تحت. فيبقى عامل شبه حدوة الحصان كده فبنسميها هورس شو كيدني. الهورس شو كيدني دي طالما لحمه تيجي تطلع ما تعرفش تطلع ليه? لان انا عندي هنا الاورطة. الاورطة طالع منه شوريان. الشوريان ده معدي قدامها فهي مش عارفة تطلع. فتفضل موجودة في البيلفك كيدني او في الحوض يعني فيبقى اسمها بيلفك كيدني. يبقى لحموا في بعض عمال لي ابنورمال كودا للكيدنيز والابنورمال بوزيشن مشكلته ايه? ان هو ممكن يعمل لي في القنوات بتاعة الرينال سيستن. بعد كده يعني اتنين. يعني ايه دوبلاكس كيدني? قال لك والله ممكن وهو طالع من هنا يعمل لتنين. وممكن يطلع واحد وبعدين يتقسم لتنين. يعني كله موجود عادي. المشكلة في ايه? المشكلة ان اليوريتر اللي طالع زيادة ده لما يروح يلحم في البلادر مش هيلحم في المكان المزبوط. وبالتالي هيبقى سهلة قوي ان يحصل ارتجاع من اليورين على اليوريتر. يبقى مشكلة اليوريترز دي ان هي ممكن تتحط في مكان مش مزبوط فيحصل منها بس كده قال لك لا. ده ممكن اليوريتر نفسه يلحم مش في البلادر اصلا. ممكن يدرين في اليوريتر على طول. وبالتالي البني ادم ده هيقعد ينقق طول الوقت. لان خلاص انا دخلت على قناة مجرى البول او في الفاجينة. ففي حاجات كتير ممكن تحصل من اليوريتر اللي جاي زيادة. بعد كده عندي حاجة اسمها فيزايكو يوريتيرك الفلاكس. كلمة فيزايكو يعني بلادر يوريتر يعني حالب رفلاكس يعني ارتجاع. فبساطة ارتجاع البول من البلادر للحالب. قال لك دي يعني الوصلة الي اليوريتر ماسك فيها في البلادر مش مزبوطة. وبالتالي اليورين بيرجع. طيب. اولا لازم نعرف ان في نوعين برايماري وساكندري. كلمة برايماري انهما مسكين مش مزبوطين. وده اللي احنا بنحكي فيه هنحكي فيه كمان شوية. ساكندري انهما مزبوطين عادي. بس ايه اللي حاصل? فيه ابستركشن في اليوريتر. وبالتالي اليورين اللي هنا بيرجع الورق. يبقى الرفلاكس ده جاي نتيجة الابستركشن اللي موجود من قدام. يبقى انا ده برايماري ان المشكلة اصلا في الجونكشن. ساكندري نتيجة الابستركشن اللي عامل مزود البريشر جوه البلادر. طيب. بيقولك ان هي ممكن تبقى فاميليل من تلاتين لخمسين في المية بيبقى فيه حد جايله في العيلة قبل كده من الفارس دجري ريلاتيفز. ممكن تبقى تيمبرر بتيجي شوية وتروح نتيجة الانفكشنز مثلا. ممكن تحصل مع ان فيه اصلا مشكلة في البلادر. دي كلها حاجات وردة. السيفيرتي بتختلف قوي على حسب الارتجاع قد ايه? لو الرفلاكس ده بسيط بيخف لما نكبر. الرفلاكس السيفير ممكن يعمل مشاكل. ايه المشاكل? تخيل دي البلادر? وده اليوريتر ويه اليورين قاعد يرجع فيه. فالبلادر اليوريتر ده هيبدأ يوسع فيعمل لي دايلاتيشن لي اليوريتر. ايه المشاكل برضو? خير يعني. لما حصله دايلاتيشن ايه اللي حصل? قالك لأ حصل فيه شوية حاجات كتير. اليورين كل ما تيجي تعمله الهنا يرجع الورا. وبالتالي انت مش بتعمل انت مش بتفضي اليورين. مش بتفضي اليورين يعني فيه شوية بيفضله متبقيين. شوية بيفضله متبقيين. البكتيريا تيجي تقول يلا يا جماعة عندنا داش بارتي. هنعمل فيبقى عرضة جدا ان يحصل طيب حاجة تانية قال لك اه انا دلوقتي دي او اليورين دا قاعد يرجع على الكليا. فالكليا كمان تبقى داعمل لي الحاجة التالتة ان انت قاعد تزود هنا الضغط. وقاعد تعمل ضغط دا هيرد على الكليا. ولما يرد على الكليا ممكن يعمل لي فدي المشاكل لو الرفلاكس بتاعي عنيف. طيب بعد كده عندي حاجة اسمها يعني قناة بقى فيها كده قفلها. ولما يبقى قفلها اليورين مش هينزل. اليورين مش هينزل يعني قاعد مكانه. البكتيريا تيجي تقول يا جماعة عندنا فيحصل وفي نفس الوقت انت قاعد ترفع هنا فاليورين بتاعي يرد الورا. ده السبب التاني اللي كنا بنقوله اهو نتيجة في في عملي المشاكل اللي احنا لسا عيلين عليه. لو دي مقفولة ضبة ومفتاح مفيش اي يورين بينزل. يبقى مفيش فليوت حوالين البيبي. يبقى قولي يعني البيبي مش عارف يتحرك. يعني البيبي مضغوط عليه. يعني بوتر سندروم. جميل? طيب اخر حاجة عندي حاجة اسمها يعني يعني اللي تحت هنا مش ما سكف بعضها. البلدر بتاعتي ممكن تبقى بالكامل. الابدومينة ممكن ما تبقاش موجودة. ممكن يبقى معي يعني البوتر اللي احنا لسا عيلين عليها ببساطة مفيش فليوت حوالين البيبي. يعني مفيش فليوت حوالين البيبي. يعني البيبي مش قادر يتحرك. والبيبي فعلا مضغوط عليه. وشه يبقى ايده ورجله يبقى فيهم لان ما فيش مكان يتحرك فيه. مش عارفين نكونها لان ما فيش فليوت هيبقى عندي الاسباب بتاعتي مفروض تبقى انتوا ايلينها. اي حاجة هتخلل في اليورين مايتكونش زي ايه? زي بايلاترال رينال اجينيسز بايلاترال مالتي سيستك ديس بلاستك كيدنيز. ان انا عندي اوتوزومة بولي سيستك كيدني سندروم. لان الري سيستف دي اللي كانت بتيجي من الطفولة وممكن اللي الكيدني ما تبقاش بتكون يورين خالص. اليوريثرا بتاعتي مأفولة وبالتالي مش عارفين ننزل يورين. طيب هشخص ازاي الكنجينيتال اناملي والله عندي حاجة اسمها انتينيتل. دلوقتي الحمد لله عندنا سونار محترم بيتعمل للبيبي وهو في بطنه ممته وبنعرف نشخص به الحاجات قبل ما يتولد. ليه مهم ان انا شخص قبل ما يتولد? لان لو انا عندي عيب خلقي في الكيدني وارد ان يكون عندي عيب خلقي في اي مصيبة تانية. فممكن يبقى عندي مشاكل في اماكن تانية. يبقى عندي وزران نون رينال كونجينيتال انامليز. تاني حاجة ان الرينال الكيدني نفسها ممكن ما تبقى فيها مشكلة. ممكن العيل ده يبقى عنده كروني الكيدني ديزيز فهو يبقى مولود وانا عارف القصة دي. حاجة التالتة اللي احنا لسا قيلين شوية حاجات كتير قوي ممكن يؤدوا ليوريناري تراكت انفكشنز. واخر حاجة ممكن تكون مشكلة حلها جراحي بسيط فانت خليك عارفها من دلوقتي عشان اول ما يتولد تبقى جاهز للجراحة. فانا لما بشخص بدري انتينيتل ده بيخليني مهيئ ان انا اعالج بدري وده بيوفر فرصة احسن ان انا امنع مشاكل الكيدني. طيب العيل بتاعي اتولد بالسلامة. اعمل ايه? قال لك والله انت مشخص ان عنده عيب خلقي في الرينال سيستم قبل ما يتولد. اول ما يتولد ادي بروفلاكتك انتيبيوتكس على طول. طيب. لو هو عنده بايلاترال هايدرونيفروزيز يعني التو كيدنيز منفخين بايلاترال او اللور اه يوريناري تراكت في الميل دايليتد يعني ممكن يبقى عنده يوريثرال اوبستراكشن ساعتها اعمل صنار خلال تمانية واربعين ساعة اهو علشان تتأكد ان انا ما عنديش يوريثرال فالف او ان اليوريثرا مقفولة. لقيته اب نورمل اعمل مكتيوريتنج سيستو يوريثروجرام افكركم مكتيوريتنج سيستو يوريثروجرام بحقن سبغة واخلي البيبي يعمل بيبي واصور. والله السبغة دي عدت يبقى ما فيش اوبستراكشن. السبغة دي ما عدتش يبقى فيه اوبستراكشن. يبقى انا شاكك في الاوبستراكشن ان انا شاكك ان انا عندي يوريثرا الفالف اعمل مكتيوريتنج سيستو يوريثروجرام علشان لو فيه جراحة تعملها. طب لقيته نورمل خلاص وقف الانتيبيوتكس وكرر السنار كمان شهرين تلاتة ممكن تكون دي حاجة مؤقتة. طيب. لو انا عندي يوني لاترال هايدرونيفروزيس يعني كدني واحدة بس هي اللي منفوخة. او اي مشكلة في الستات اعمل سنار برضو بعد شهر. لو نورمل خلاص خير وبركة لو اب نورمل دور بقى ايه السبب. هي الفكرة في ايه? الفكرة لو باي اللاترال انا متوقع ان المشاكل هنا. الابستراكشن اللي احنا بنحكي عليه هنا. طيب. لو يوني لاترال والله ممكن تكون حاجة مؤقتة وده وارد جدا ان كدني واحدة تبقى منفوخة او متجمع فيها يورين زيادة وبعد شوية هتخف او بقى ان انا عندي ستون او ان انا عندي حاجة او كده فده هيتطلب اخرى. اول موضوع معنا هو دي مشكلة كبيرة لان بتأفكت نسبة كبيرة في البنات والولاد وبتتكرر على مدار السنين. ممكن تيجي فوق في الكدني بسميها وغالبا بيبقى معها سخونية يعني همدان وانوريزيا ومش طيق نفسي ومش قادر وعيل ما اريفه كده. طيب. ممكن تيجي في اللي هي وغالبا ما بيبقاش معاها فيفر. ليه اليوتي اي مهمة قوي في الاطفال. اولا لان نص العيال لما بيجي لهم يوتي اي بيبقى اصلا عندهم مشكلة هي اللي عمله لهم القصة دي. عندهم 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 Brandux عندهم حاجة. ف انت محتاج لما يجي لهم تشخص عشان تشوف ايه اللي عملوهم اليوتي اي. الحاجة التانية ان في العيال الصغيرين يعني بتاع الكليا في السن الصغير ده يعني مصيبة. هيعمل في الكلية لان الكلية بتاعتهم لسه ممكن يجي لهم ممكن يجي لهم فهدي مشكلة. القاعدة العامة بتاعتي من هنا لغاية ما خلص منهج الاطفال هي كل مكان العيل صغير كل مكانة الاعراض يعني احنا واحنا كبار كده جلنا هي ايه? دي سيوريا حرقان بدخل حمام كل شوية بقطع مش قادر امسك نفسي الكلام ده اللي هو في الاطفال مسلا دي سيوريا واجع في البطن ممكن يبقى عندي سخونية مهمة شوية ممكن هيماتوريا شوية دم في اليورين اليورين بتاعي تبقى ريحته وحشة كل الكلام ده طيب في الانفونس بقى انسى انسى نون اسبسيفك نون اسبسيفك اعراض مش واضحة ما هو العيل اللي لسه مولود ده مش هيقول لك انا عندي حرقان في البول ما هنقل الكلمة او مش هيقول لك ده انا بيجي لي تقطيع او بيقول لك انا مش بقى لحق امسك نفسي ما هو اصلا بيعمل على نفسه عشان كده الاعراض هتبقى نون اسبسيفك ممكن تلاقيه مقاريف مش بياكل كويس ممكن يجيله جوندس يبدأ يصفر ممكن يجيله سبتيسيميا ممكن يجيله فيبرايل سيجرز تشنجات بسبب السخونية يرجع دي كلها حاجات نون اسبسيفك بقى المعلومة المهمة في الانفونس السيمتمز نون اسبسيفك الفيفر موجودة بس مش دايما موجودة السبتيسيميا تسمم بسبب الانفكشن ممكن يحصل بسرعة جدا عشان مناعة بتاعة العيل دي لسه على قدهم العيل الصغيرين والتودلرز مش عارفين يقولوا الاعراض بتاعتهم وبالتالي السيمتمز اللي احنا عارفينها اللي هي الديسيوريا والفريكوينسي والوجع مش بيبقوا واضحين قوي الا لو السن بقى كبير طيب لو عندي ديسيوريا بس يعني وهو بيعمل بيبي بيحس بحرقان ممكن تبقى بسبب الانفلاميشن في البلادر فعلا ممكن تبقى بسبب انفلاميشن في الجينيتاليا سواء في البنات او في الولاد طيب ممكن تبقى كمان بسبب الكونيستيباشن يعني انا اليورين مش عارف يعدي علشان البلادر نك مقفول عليها بسبب القولون اللي مليان براز واحنا مش عارفين نعمله ماشي بعد كده بيقولك لو انا عندي اعراض بتاعت ممكن تحط في دماغك عيل ده حد بيعتدي عليه او حاجة عشان اشخص محتاج اخد عينة بول هاخد عينة بول ازاي بصوا بيا شباب اول حاجة حاجة اسمها كلين كاتش يعنيه كلين كاتش نظف نظف اعمل رابنج كده عشان تخلي العيل يعمل بيبي واقعد بقى يستلقى الببي ده لما يكي حط كده انبوبة عشان الببي ينزل فيها يبقى دي اسمها كلين كاتش طب في حاجات تانية اه حط كيس اسمه يورين باج في حاجات تانية اه انك انت تركب اسطرة في حاجة تالتة اه انك تدخل بحقنة فوق البيوبيك سوبرا بيوبيك في المكان بلعها البلدر عشان تسحب يورين طبعا الاتنين الاخرانين دول انفيزف يعني اسطرة انا بركب اسطرة فدي انا هستخدمها في الارجنسي يعني لو انا دلوقتي حالا محتاج عينة يورين مش هعرف استنى السوبرا بيوبيك اسپيريشن ده انا بدخل حقنة يعني حاجة انفيزف وموجعة اكتر وحاجة من هيلة من هيلة فانا هستخدمها في العيل اللي تعبانة جدا وبرضو محتاج حالا بالا اعمل دياجنوزيس ارجنت طيب في الناس الكبار شوية بنعمل حاجة اسمها يعني عيل نزل اول شوية يورين خدلي الشوية اللي في النص ونزل الباقي ولازم طبعا تبقى الحاجات نظيفة وكل الكلام ده طب بعد ما اخدت عينة اليورين هعمل ايه عندي حاجتين اول حاجة ديبستيك ايه ديبستيك دي قالك والله ديبستيك دي شرايط او حاجات سهلة اوي بعمل لها الدبنج في اليورين علشان اشوف حاجات معينة ايه الحاجات اللي هدور فيها حاجتين حاجة اسمها ليوكوسايت استيريز وحاجة اسمها نايترايت بوزيتف ايه قصة ليوكوسايت 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 دي يعني بييندكيت ان انا عندي ويت بلاد سيلز يبقى ده انزاين بيبقى موجود لو انا عندي خلايا دم بيضة النايترايت بوزيتف بيقولك ان انا لو عندي بكتيريا بتحول النايترايت لنايترايت فانا لو انا لقيت معنا كده انا عندي خلايا ضم بيضة. لقيت معنا كده ان انا عندي بكتيريا يبقى ديوتي اي. طيب. لقيت ملاقيتش خلايا ضم بيضة بس لقيت بكتيريا او ملاقيتش بس لقيت والله ابدأ لو هو عنده يعني هو عنده الاعراض. وحاجة من الاتنين موجودة سواء او قلنا هنبدأ لو انا عندي انا شاكك. وبردو الدياجنوزيس اللي هحلف بالله منه هيعتمد على المزرعة اللي هعملها كمان شوية طيب لو الاتنين نيجاتف يبقى غالبا مفيش UTI بتبقى unlikely يبقى تاني الاتنين positive يبقى غالبا UTI الاتنين negative غالبا مش UTI واحدة positive وواحدة negative بص على الclinical لو هو clinicalي عنده UTI ابدأ antibiotics والدياجنوزيس مش هنحلف بالله غير لما نبعت هذه العينة ونعمل بيها مزرعة بعد كده بقى دور على البلد والبروتين والجولوكوزي لو انت عندك اصلا شاكت في اي حاجة تانية في الكلي قلنا تانية حاجة هنعملها هي urine culture او المزرعة المزرعة دي المفروض ان انا لايه اكتر من 105 colonie forming units وين اكتر كلمة مهمة هنا single organism يعني انا مش بدور على بكتيريا وخلاص انا بدور على بكتيريا واحدة ليه? لانها لو عندي اكتر من بكتيريا ممكن يكون contamination يعني لو انا عندي mixed organism بكتيريا من هنا على من هنا على من هنا يبقى دي تلوست عينة تلوست بس لو هي بكتيريا واحدة يبقى دي غالبا UTI لو عدت العينة ولقيتها نفس البكتيريا 95% هتكون UTI طيب بيقولك بقى المفروض العينة تاخدها وتحللها على طول عشان تشوف الorganism لو انت مش هتعرف تحللها على طول لازم تعمل لها refrigeration او تحطها يعني في المفروض لو انت لقيت white blood cells لوحدها دي مش حاجة تحلف لي بالله ان هي UTI لان ممكن الخلايا بتاعتي تظهر وتتكسر نتيجة ان انت مخزن العينة حتى من غير ما يبقى عندك UTI ممكن بسبب ان في انفلاميشان مثلا في الجينيتاليا الديبستيك اللي احنا عملناه ده ده ما يخلنيش احلف بالله ان انا عندي UTI لازم اعمل مزرعة يبقى انا عملت ديبستيك لازم اعمل مزرعة بيقولك اعمل مزرعة حتى لو انت شاكك سوري ان هي UTI الا لو في الديبستيك بيقولك ان انت عندك بكتيريا وبيقولك ان انت عندك white blood cells خلاص يعني في الحالة الوحيدة الاولى دي ان انت عندك الاثنين positive من الديبستيك مش لازم نعمل المزرعة سوري العكس الا لو الاثنين negative الا لو الاثنين negative فده معناه ان ان شاء الله مش هيبقى في UTI بس كل اللي قبل كده اعمل حتى لو positive عشان تتأكد ان انا عندي UTI طيب بعمل ال الاثنين negative والدبستيك مش ماشيين مع بعض زي ما احنا قلنا طيب ايه الحاجات اللي بتحفز الUTI بيقولك الUTI غالبا بتيجي من ان في باول في لورا او بكتيريا او في يعني باول بكتيريا موجودة اتنقلت لي UTI عن طريق قناة مجرى البول وممكن تبقى هيماتوجينس يعني جاية من الدم المستقومن ارجانيزم هو الايكولاي الايكولاي ده المستقومن ارجانيزم طيب عندي بكتيريا اسمها بروتيس البروتيس انفكشن دي بتبقى كومن اكتر في الولاد عن البنات ليه؟ لان هي بتبقى مستخبية تحت البينس او تحت البريبيكيو بتاع البينس فبتبقى عرضة اكتر ان هي تروح للولاد البروتيس دي بقى بتعمل حاجة مميزة قوي ان هي بتكسر اليوريا لامونيا والامونيا دي مادة الكالاين والمادة الالكالاين دي بتحفز ان ترصب المواد فبتبقى عرضة اكتر ان هي تعمل حصوات يبقى تاني المستقومن ارجانيزم هو الايكولاي في بكتيريا اسمها بروتيس انفكشن بتيجي في البويز اكتر من البنات لان هي بتبقى موجودة في البينس كلها بي بتعمل ايه بتعمل بي برضو اللي هي فوسفيت ستونز لان هي بتحول اليوريا الامونيا والامونيا دي مادة قلوية هترسب الستونز طيب السودومونز بقى بتبقى اكتر موجودة لو انا عندي طب ايه هي الحاجات اللي تخلي ان العيل يجيله اولا لهو عنده زي اللي احنا قلناها من شوية في حاجة افلة في عنده في عنده اي نيلة او لو العيل ده مش بيعرف يفضل للاخر ممكن يبقى عنده ممكن يكون بيحبس نفسه وبيمسك نفسه كتير قوي وبالتالي مش بيدخل الحمام كتير او عنده بيقولك العيال اللي جايين لأول مرة انا لازم اعمل لهم صنار عشان اتأكد ان ما فيش عشان اتأكد ان ما فيش عشان اتأكد ان ما فيش حصوة اعمل بقى لغاية قد ايه يعني اعمل وخلاص كفى اللهم المؤمنين اشار القتال واللعو ده عبس اكتر بقى واعمل ودي اشاعة وبتاع قالك والله احنا مش عارفين قوي ليه اولا لان التستس اللي احنا هنعملها دي فيها كتير فيها اشاعة كتير والحاجة التانية انا ما عنديش دليل قوي يقول ان الانفستيجيشنز الكتير دي هتحسن لي حاجة في الاوتكم علشان كده استخدام الانفستيجيشن ده كونتروفيرتول يعني دي كتير مش عارفين يعني مش عارفين نحلف بالله ماذا نفعل بالزبط طيب بيقولك بقى ان انا دلوقتي عندي يعني يعني العيال اللي عندها يوتي اي المفروض ان انا اعمل لهم هما العيال اللي بيجي لهم والاعراض بتاعتهم زي ايه زي عايل بيجي له كل شوية سبتيسيميا بتاع اليورين بتاعه مش قدي كده حاسس بكل كيعة في بطنه الكريات بتاعه عالي فمعنى كده ان الكليا بتاعته فيها مشكلة بتدي له انتي بايوتك مش بيستجيب اه الارجانزم اللي جاي له مش الايكولاي اللي هو المستكمل لا ده جاي لارجانزم تاني طيب حاجة تانية تخليني اعمل تانية اه لو انت عملت صنار ولقيت صباح الخير لازم تتأكد ان فيه فعلا فهتعمل لو انت حسيت ان الكيدني بتاعتي مش شغالي كويس هنعمل اللي هي الدمسة بس الدمسة دي احنا قلنا فيها حاجة مهمة قوي لازم تستنى ثلاث شهور بعد اليوتي اي عشان هي بسيط جدا هيقولك ده فيه مصيبة وهو ممكن ما تبقاش مصيبة او حاجة وممكن حاجة تخف كمان شوية بيقولك يعني ايه يعني انا مش محتاجة اعمل تانية لو العي لعنده بيقولك ان انا اعمل تانية حاجة مش مهمة حاجة مش عارفينها قوي بس ملهاش لازمة بتاعي ادي بيقولك ان انا عندي مشكلة كبيرة قوي في بتاعة هي ايه بقى هي ان انا اصلا اشخص يعني انا عندي المشكلة في علاج هي ان انا اشخصه ازاي عندي مشكلتين يا اما انت دياجنوزز بتاعي مش بتعمله وبالتالي بتسيب العي العرضة ان هو يجيله اعراض عنيفة والاعراض دي بعد كده تؤدي الى مشاكل في الكلية او انك انت بتشخص زيادة عن اللزوم يوتي اي فبتدي انتي بايوتيكس عمال على بطار يبقى انا عندي حاجتين لو الدياجنوزس مش عامله كويس فرصة انك تمنع الضرر اللي هيجي عالكلية انت ضيعته وفي نفس الوقت لو انت كل شوية تعمل تدي علاج لليوتي اي وهو ما عندوش يوتي اي انت كده بتعمل بتدي علاج مالوش لازمة اي عيل اقل من ثلاث شهور ودي انا اخدها في شابتر الانفكشنز ان شاء الله شاكك ان هو عندو يوتي اي انقله المستشفى ادي له انترا فينس انتي بايوتيك لمدة خمس لسبعة تيام وبعد كده اكمل باورا الانتي بايوتيكس لمدة عشر تيام مثلا العيال اللي اكتر من ثلاث شهور وعندهم اكيوت باييلونفريتس وسخنين قوي وحالتهم متنيلة برضو هديهم انترا فينس انتي بايوتيك وبعد كده ادي اورا الانتي بايوتيك لمدة سبعة تيام طيب لو انت هتدي انترا فينس انتي بايوتيك هتديه من مدة يومين لاربع تيام وبعد كده قولنا هندي اورا الانتي بايوتيك من سبع لعشر تيام اللي بتاعي الانتي بايوتيك ده هيعتمد على المزرعة اللي انت عاملها طيب كل ده انا بتكلم في مين بتكلم في عيل اقل من ثلاث شهور فاقل من ثلاث شهور ده انا خايف عليه جدا اي يوتي اي او عيل اكتر من ثلاث شهور وعنده باييلونفريتس او ابر يوتي اي يوتي اي من فوق طيب لو عيل بقى اكتر من ثلاث شهور بس اليوتي اي بتاعته lower يوتي اي او المشكلة في البلادر بس ساعتها ممكن تدي له اورا الانتي بايوتيك بس يبقى تاني عيل اقل من ثلاث شهور عنده اي بطيخ هتدي له انترا فينس انتي بايوتيك خلصنا عيل اكتر من ثلاث شهور على حسب لو هو عنده lower اي سوري ابر يوتي اي يعني باييلونفريتس مشكلة في الكليا مش هستنى هدي انترا فينس انتي بايوتيك وبعد كده هكمل باورة لو هو عيل اكتر من ثلاث شهور بس اليوتي اي بتاعته سيستايتس يعني مشاكل في البلادر بس ادي اورا الانتي بايوتيك لمدة خمس ايام طيب ايه الحاجات اللي هعملها عشان امنع بقى اليوتي اي قالك يشرب مياه كويسة يدخل الحمام كل شوية يتأكد ان هو بيفضي البلادر كويس ممكن بعد دقائتين تلاتة اقول له معلش يدخل الحمام تاني امنع ان فيه اي كونستيباشن عشان ما يضغطش على البلادر انظف كويس المنطقة بتاعت البرينين ممكن ادي برو بايوتيك البرو بايوتيك دي حاجة بتنظف يعني بتزبط المعدة وبتزبط الفلورة اللي ممكن تبقى مؤزية بعد كده ليه البلادر ان انا ادي برو فيلاكسس دي برضو عليها كلام طيب اقول لك لان احنا بتقول ان انت تدي انتي بايوتيك يمنع الانفكشن احسن ما تجيله انفكشن وما تديش تريتمينت كويس فانا بديه من العيال اللي اقل من سنتين لتلاتة وعندهم اصلا كونجينيتا الانوملي مش اي عيل صغير عيل عنده كونجينيتا الانوملي وانا عارف ان هو عرضه اكتر ان هو يجيله يوتي اي فهدي جرعة صغيرة من الانتي بايوتيك بس كده لي تجميع اように احنا قلنا بعد كده عندي موضوع العبه لاسمه الانوريس يعني كلمة أنوريس يعني عيل بيعمل حمام على نفسه وعيل اللي بيعمل حمام على نفسه ده يائم مكتو يائم مكتو هي دي هما دول النوعين. كلمة يعني عيل بيعمل آآ حمام ومن الاول يعني هو اصيصا مش عارف يمسك نفسه. كلمة يعني عيل كان بيدخل الحمام عادي ومسك نفسه وبعد شوية بقى بيعمل حمام على نفسه. يبقى ده كان عيل كان كويس وبعد كده ما بقاش كويس. خلينا نخلص دي عشان سهل قوي. المست في هو ان العيل بقى تدايق. يعني مسلا يقول لك عيل كان بيعمل حمام وما كانش عنده مشكلة في اي حاجة وبعدين عمل حادثة شاف بابا بيدرممته حصل له اي مشكلة حد ضربه حد دايقه فبراجع يعمل حمام على نفسه. يبقى هو هو الحاجة التانية ان هو ممكن تكون عنده آآ آآ يعني تاني سبب ان هو يكون عنده اصلا فكل شوية مش لاحق يعيني فبقى بيعمل حمام على نفسه. الحاجة التالتة ان هو يكون عنده غصب عنه بيعمل حمام كتير زي لو هو مسلا عنده السكر. يبقى دي الاسباب بتاعت السكندري انيوريسيز. طيب السكندري انيوريسيز. البرايمري انيوريسيز ممكن يبقى نكتورنال والبيبي بس بالليل وهو جاي ينام وممكن تبقى داي طايم طول اليوم. طيب داي طايم طول اليوم ده ان انا مش عارف اتحكم فيه اليورن على مدار اليوم. امتى? يعني امتى اقول ان العيل ده مش عارف يمسك نفسه لو عدى? الخمس سنين. يعني هو من ثلاث لخمس سنين بس احنا بنقول اكتر لو عدى الخمس سنين. طيب ممكن يبقى بسبب ايه? قالك والله ممكن ان العيل مش مركز اصلا في الاحساس بتاع ان هو عايز يعمل الحمام. ده ممكن تبقى مشكلة في الديفلوبمنتل او بيهيفيرل بروبلم وممكن تبقى مشكلة ان العيل فعلا مش مركز قاعد يلعب طول الوقت ومحدش بينبهه فبقى بيعمل على نفسه. الحاجة التانية حاجة اسمها ديترسر انستابلتي. احنا عارفين ان الديترسر مصل هي المصل بتاعة المسانة. هي دي اللي بتنقبض. يعني بتتهبل وتعمل مرة واحدة بتخلي العيل يعمل على نفسه. الحاجة التالتة ان بتاعة البلدر فيها مش عارفة تمسك نفسها. الحاجة الرابعة حاجة اسمها مشكلة في النرفات. الحاجة الخمسة بس دي رير قوي لان هو مش طبيعي ان العيل يجيله يوتي اي خليه ما يبقاش عارف يمسك نفسه مرة واحدة. يعني يعني هو ما مسكش نفسه قبل كده ويجيله يوتي اي يخليه مش عارف يمسك نفسه خالص. الطبيعي ان هو هيمسك نفسه شوية. وبعد كده لما يجيله اليوتي اي ما بقاش عارف يمسك نفسه. بس دي حاجة يعني ايه مش كومون قوي. بعد كده العيل عنده طول الوقت امساك فطول الوقت ضغط على البلدر فقاعد ينقط. ويه اخر حاجة يعني اليوريتر مش في مكانه. بدل ما ماسك في البلدر ماسك مثلا في الفجاينة عند البنات فبيتنزل طول الوقت. او ماسك في اليوريترا فبيسقط طول الوقت. المفروضة اعملها اتأكد انه معندوش انفكشن دي اهم حاجة. اتأكد انه معندوش السكر. اتأكد انه معندوش مشكلة في الكدني. بعد كده بقى اتأكد انه هو يعني الكدية قادرة تركز البول. لان لو الكدية مش قادرة تركز البول فبتعمل لي بول كتير قوي. بالتالي العيل كل شوية بيعمل حمام فمش بيعرف يمسك نفسه. طيب. طيب. هتأكد ازاي ان الكدني بتاعتي قادرة ان هي تركز اليورين حاكتين. والله يشوف خد عينة يورين وشوف فيها الاسمولاريتي. يشوف فيها الاملح قد ايه. لو هي الاملح قليلة قوي وتركزها قليل قوي. معنى كده ان فيه ميا كتير. معنى كده ان هي مش عارفة تركز اليورين. تاني حاجة تست كده اسمه الووتر يعني حرمان. هخلي الشخص ده يقعد وقت طويل قوي. ما بشربش ميا. وبعدين هشوف اليورين بتاعه عامل ازاي. طبيعي لو احنا قاعدين صايمين طول النهار اليورين بتاعنا يبقى مركز. حتى لون البول نفسه بيبقى تقيل. لو الشخص ده البول بتاعه مخفف معنى كده ان الكدني مش قادرة تركز البول. اخر حاجة هعمل صنار طبعا علشان هتأكد ان ما فيش اي مشاكل في الاستركتشر او الاناتومي بتاع الرينال تراكت. بعد كده هنتكلم على موضوع لذيذ قوي اسمه الجولوميلر ديس اوردرز. يعني ايه كلمة جولوميلر ديس اوردرز. اول حاجة الجولومولاي بتاعتي بتتكون من ايه? انا عندي افرنت ارتريول. داخل على النفرون يعمل لي الجولومولاي طالع منه افرنت ارتريول. والكلام ده محطوط جوه البومانز كابسول بتاعت النفرون. لو انا جيت بصيت عايز اشوف الليرز بتاعت القصة دي هلاقي ايه? هلاقي البازمنت ممبرين. وتحت البازمنت ممبرين بتاعت البومانز كابسول خلايا كده اسمها بودو سايز. ومين والاندوثيليم بتاع الجولومولاي هو اللي داخل. دي اول معلومة عايزين نعرفها. تاني معلومة عايزين نعرف يعني ايه كلمة راس? يعني ايه كلمة راس? قالك والله انا في اي ظرف يخلي الضغط بتاعي يوطى. الكيدني بتطلع مادة اسمها الرينين. الرينين بتشتغل على مادة الليفر مصنعها اسمها الانجيو تنسينو جين. عشان انزيم جاي من اللانج. عشان يحولها الانجيو تنسين تو. انجيو يعني بلوت فيزل. تنسين يعني تنشن. يعني شادة. يعني بيعمل ايه في البلوت فيزل? بيعمل بس كده لأ بيروح يطلع هرمون من الادرينا الجلاند اسمه الدوستيرون. والالدوستيرون ده هرمون بيحب السوديوم وبيكره البوتاسيوم والاتش اينز. يعني ايه بيحب السوديوم? يعني بيرجع السوديوم للجسم. لما يرجعه للجسم ياخد معه مية فيرفع لي الضغط. والحاجة التالتة بيزود الاداتش الانتي دايوريتك هرمون. اللي بيمنع الديوريسيز. يعني بيحبس المية في الجسم. كل الحاجات دي تؤدي الى ان الضغط يزيد. يبقى الحاجة الميكانيزم ده فيري امبورتنط عشان دلوقتي احنا بنتكلم عن النفروتيك والنفريتك. عندي حاجة اسمها غلوميلر فلتريشن بارير. يعني. يعني الحاجز اللي بين الكلومرلاي والطنقية. انا دلوقتي عندي الكلومرلاي هي. فيها اندوثيليم. يبقى انا عندي من تحت هو الاندوثيليم بتاع الجولومرلاي. وبعدين دخلنا على البيزمنت مي برين بتاع البومانز كابسول. يبقى تاني لاير هي البيزمنت ميمبري. وبعدين هلاقي خلايا واقفة تحرص البيزمنت ممبرين كده اسمها البودو سايت ثلاث حاجات دول very important يبقى انا عندي الجولومرلاي اندوثيليم بعد كده البازمنت ممبرين بعد كده البودو سايت طيب ايه الحاجات اللي بتعدي من هنا يعني ايه الحاجات اللي بتتفلتر علشان تمزل البومانز كابسول اي مادة وزنها سبعين الف او اقل يعني اي مادة المولوكي لارويد بتاعها اكتر من سبعين الف مش هتعدي حلو طيب الاربيسيز بتاعتي والويت بلاد سيلز والخلايا وزنهم اكتر من سبعين الف فاصلا مش هيعدوا طيب الالبيومين بتاعي وزنه سبعين الف ايه ده يعني ايه عدي يعني هينزل في اليورين هل الطبيعي ان الالبيومين ينزل في اليورين قالك لا فيه حاجة بقى مميزة جدا بيتعملها البازمنت البازمنت ممبرين ايه قالك والله الالبيومين ده عليه شحنات سالبة والبازمنت ممبرين والبودوسايتس عليهم شحنات سالبة ومن ثم لما يجي يقرب لهم بيبعدوه تخيلوا معايا انا دلوقتي الالبيومين نزل من الاندوسيليم لان الالبيومين وزنه سبعين الف فيعرف يعدي لكن لما نزل الشحنات السالبة بتاعته تنفرت مع الشحنات السالبة بتاعت البازمنت ممبرين والبودوسايتس وبالتالي ردته تاني وخلته ما يعديش يبقى رقم واحد ليه الاربيسيز ما بتعديش عشان وزنها كبير خلصنا طيب ليه الالبيومين ما بيعديش عشان النيجاتف ليتشارج الالبيومين بيتنافر مع النيجاتف ليتشارج البيزمنت ممبرين طيب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في الجولومرلاي حاجة من اثنين يا اما نيفراتيك سندروم يا اما نيفراتيك سندروم ايه قصة النيفراتيك؟ قالك والله النيفراتيك ان البازمنت ممبرين والبودوسايتس اتضربوا يبقى النيفراتيك سندروم هو البودوسايتس والبازمنت ممبرين اتضربوا طيب نتيجة لكده الشحنات استقلبها بتاعتي اتضربت نتيجة لكده الحاجة اللي كانت منع الالبيومين ان هو يعدي ما بقتش منعاه نتيجة لكده الالبيومين بدأ ينزل فيعمل لي حاجة اسمها ماسف بروتين يوريا يبقى النيفراتيك بروتين في اليورين جا من اين؟ جا من ان النيفراتيك سندروم المشكلة بتبقى في نتيجة لكده انا ضربت الشحنات السالبة اللي كانت منع القلبي ومن انه هو ينزل فالبروتينات بدأت تنزل بالهبل طب هل الاربيسيز تأثر؟ مالوش دعوة الاربيسيز كده كده الاندوسيليم هو اللي منعه ووزنه كبير فمش هيعدي طيب تاني مشكلة هي او فين الانفلاميشن ده في كل ده والله انفلاميشن في الاندوسيليم يخلي الاربيسيز تعد انفلاميشن في البودو سايدز والبازمنت ميمبرين يخلوا شوية بروتين يعدوا فيبقى عندي الحاجتين يبقى عندي هيماتوريا وده اساسي ويبقى عندي بروتينيوريا بس مش بنسبة كبيرة قوي لان المشكلة الاساسية كانت انفلاميشن في كل حتة مش في مكان معين ده اساس فهم كل النفراتك والنفراتك تاني انا عندي حاجة اسمها جولوميلر فلتريشن باريير حاجز ايه الحاجز ده؟ ان انا عندي الاندوسيليم يليه البازمنت ميمبرين يليه البودو سايدز الاندوسيليم مش بتعدي حاجة سبعين الف او اكتر مش بتعدي حاجة سوري اكتر من سبعين الف البودو سايدز والبازمنت ميمبرين عليهم قالك الاربيسيز وزنها اكبر من كده فمش بتعدي خير وبركة القلبيومين وزنه سبعين الف فهيعدي المشكلة في ايه؟ المشكلة ان هو شحنات سالبة وده شحنات سالبة فدول بيمنع ان هو يعدي طب يعني اين الفراتك؟ يعني بازمنت من بيرين و البودو صايدس اتضربوا الشحنات السالبة اتضربت فالبروتين عدى بالحبل فمشكلة النفراتيك ماسف بروتي نيوريا طيب النفراتيك لأ ده فيه انفلاميشن في كله انفلاميشن في الجولومرلاي والاندوثيليام بتاعي اتضرب اندوثيليام اتضرب فبدأ يعدي الارب شي figura تتفعص وتعدي من بينه وا accommodation في كله فبردو البيزمنت من بيرين فيه شوية انفلاميشن فبدأ يعدي شوية بروتي نيوريا طيب اول قصة معي هي البروتين يوريا يعني هي كلمة بروتين يوريا يعني لقيت بروتين كتير في اليورين الطبيعي ان انا اليورين بتاعي ما يبقاش فيه بروتين اصلا ولو لقيت يبقى بروتين قليل جدا 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 لو لقيت بروتين زيادة في اليورين معنا كده ان فيه مشكلة في الكيدني الحاجة المميزة في اليورين اللي فيه بروتين ان هو بيبقى فومي مرغي جميل طيب ممكن يحصل ترانزينت بروتين يوريا يعني شوية بروتين ينزلوا ليه? لان احنا قلنا ان مفيش ميكانيكال يعني مفيش حاجة ميكانيكية منع البروتين ان هو يعدي. ده يدوب الشحنات اللي عليه. فسهل قوي لو في شوية سخونية لو في شوية بتلعب رياضة في شوية اي حاجة شوية بروتين صغيرين يعدوا وده مجراش حاجة. مش محتاجين المشكلة امتى? لما يبقى عندي برزيستنت بروتينيوريا. بعمل تحليل كل شوية وفيه بروتينيوريا. معنى كده ان انا محتاجة اشوف البروتين بينزل ليه? اسباب البروتينيوريا حاجة اسمها ارثوستاتيك بروتينيوريا. واحد طويل لما بيصحى من النوم يبدأ ينزل شوية بروتين. دي حاجة عادية مفيش منها مشكلة. دي اللي احنا حكينا فيها. اللي هي النفراتيك والنفراتيك. البريشر يزيد بتاع الجلوميلر فلتريشن بريشر هو اصلا الدم بيتنقص ازاي? بيتنقص عشان في ضغط عالي هنا بيزوق الدم ان هو ينزل. طب لو الضغط بقى عالي قوي قوي قوي. هيزوق دم وهيزوق شوية بروتين بالرغم من الشحنات السالبة. فيبقى لو انا عندي البريشر بتاعي زاد هيزوق الدم. طيب. يعني فيه مرض في الكلية كيدني ديزيز كرونيك. ففقدنا بتاعتنا. يعني النفازية بتاعتي زادت قوي وبدأت تنزل كل حاجة. يعني في مشكلة في التيوبيولز. يعني شوية بروتين العبط اللي تصربوا وكانوا المفروض يرجعوا ليه البلد. مش عارفين يرجعوا عشان فيه مشكلة فيه التيوبيول. بيقولك هاي الاورسوستاتيك بروتينيوريا ده عايل طويل لما بيقف الصبح بيبقى عنده شوية بروتينيوريا. طيب يعني كلمة نفراتيك سندروم. قلنا الاساسي في النفراتيك سندروم هو ان انا البيزمنت ميمبرين والبودوسايتس اتضربوا. فالبروتين بقى ينزل بالدم البروتين بقى بينزل بالهبل في اليوري. فده هيؤدي الى ان البروتين اللي في الجسم يقل. البروتين اللي في الجسم يقل من ضمنه الاميونو جلوبيلنز. الاميونو جلوبيلنز لما تقل البني قدم يجيله انفكشن. من ضمن البروتين اللي هيقل الانتي ثرومبين. والانتي ثرومبين ده مضاد للتجلط. فلما يقل يحصل تجلط. يحصل ثرومبوزوس. يبقى داني مشكلة بتاعة هو البروتين اللي في الجسم قل. البروتين اللي في الجسم قل ليه? قلنا علشان الدربة القلب يوم من بدأ ينزل والبروتينات كمان بدأت تنزل. من ضمن البروتينات اللي بتنزل ودي بتوع المناعة فلما ينزلوا في هيبقى عندي من ضمن البروتينات اللي بتنزل ودي مضاد للتجلط لما تنزل يحصل لي تجلطات. طيب ايه تاني هيحصل القلب يوم من قل? القلب يوم من قل يعني في حاجتين. في يعني يعني الضغط الاوزموزي بسبب وجود البروتينات في الاوعية الدموية وده كان شفط المية. ده الضغط الاوزموزي داخل الاوعية الدموية اللي كان بيشفط المية. لما يقل المية تبدأ تطلع. لما المية تبدأ تطلع يعمل لي ايديمة. الايديمة دي ممكن تبقى حوالين العين ودي ممكن تبقى في الانكل ممكن تبقى في في الولاد او في البنات ممكن تتجمع في البطن ممكن تتجمع حوالين الرئة وتعمل لي ديزنيا العيل ما بقاش عارف ياخد نفسه وفي نفس الوقت انا الفليوت بتاعي طلع من الوعاء الدموي لبرا فكمية الدم اللي بقيت ماشية جوه الاوعاء الدموية بقت قليلة فده بقى عرضة اكتر للجلطات يعني انا اصلا عندي جلطات بالسبب ده ومهنة كمان بقى فيه سبب تاني للجلطات كمية الدم اللي موجود جوه الوعاء الدموي قلت قلت ليه لان المية البلازمة بتطشفت لبرا لان ما فيش بروتين يشفطها نحيته طيب في نفس الوقت القلبيومين ده اللي كان بيصنعه الليفر الليفر قاعد يصنع قلبيومين يلاقيه بتراما في الزبالة يصنع قلبيومين تلاقيه بتراما في الزبالة خلاص يكيد انا انا هصنع فاتس فانكريز دي الليفر اكتيفتي تطلع فاتس تعملي هايبرليبيديميا فلاقي الكوليستيرول زيادة قوي في الدم وبينزل في اليورين يعمل لي فاتي كاست وورال فات باديز يعني شوية كاست كده من الفاتس متجمع عليهم شوية ابيسيليل موجودين في اليورين يبقى دي اول حاجة ان القلبيوم من قل طب البروتين بقى والقلبيوم من الازات في اليورين ده هيخلي اليورين بتاعي فروثي يعني آآ آآ مرغي والبروتين اللي فيه زيادة اللي هو اكتر من ثلاثة ونص جرام يبقى تاني عشان ده تلخيص كل النفروتك سندروم بتبدأ ان فيه مشكلة في فكمية البروتين بتقل من ضمن البروتين دي فالمناعة بتاعتي بتتضرب فبيجيلي من ضمن البروتين ده مضاد التجلطات فيحصل لي جلطات تاني حاجة القلبيومنقل القلبيومنقل يبقى الانكواتيك بريشهر قل يبقى حصل اديمة كل حتة الايرلي استصاين حوالين العين مش بس كده ده الفلو تساب الاوعية الدموية وطلع وبالتالي هيبقى عرضة اكتر للجلطات الليفر بيحاول يعوض بس يعيني عبيض بيطلع بروتين بيترمى فبقى بيطلع فاتس فبيعمل لي هايبر ليبيديميا والليبت دي بتنزل في اليورين طيب في نفس الوقت اليورين بقى فيه بروتين البروتين ده بيعمل لي فروتي يورين او يورين مرغي طيب الكلينيكال ساينز قلنا البري اوربيتال اديمة ممكن يبقى عندي اديمة يعني مش عارف ياخد نفسه بسبب البلورال افيوجن انفكشن بسبب قلنا ان الاميونو جلوبلنز بتاعتي قلت هي الهايبوفوليميا خدوا بالكم انا عندي اديمة يعني الجسم منفخ بس اكشلي الدم اللي جوه الاوعية الدموية قليل هي دي الهايبوفوليميا يبقى بيقولك بالرغم من ان انا كمان عندي اديمة الا ان الانترافاسكولار كومبارتمنت يعني كمية الدم جوه الاوعية الدموية هتبقى ديبليتد هتبقى قليلة وبالتالي ممكن يبقى عندي الاعراض بتاعة الشوك فلازم ادي انترافينس فليويد لازم ادي سوائل تاني حاجة هيبقى عندي سرومبوزيس تجلطات ليه رقم واحد لان انا فقدت الانتي سرومبين اللي هو البروتين اللي كان بيمنع التجلطات تاني حاجة لان انا اصلا كمية الدم قليلة فاوري دي كرات الدم بقت ماشية تخبط في بعض اللي هو كمية الدم قليلة فلزوجة الدم زادت وبالتالي بقى انا ماشيين نخبط في بعض فهنكون جلطة طب دي هيأفكت مين اي حتة تالت حاجة الفكشن ليه لان احنا قلنا الاميونوجلوبلنز بتاعتي ياعدين نرميها في الزبالة يبقى رقم واحد الاميونوجلوبلنز بتاعتي قليلة فالاميونوجلوبلنز القليلة دي هتخلي المناعة بتاعتي قليلة تابع حاجة الهايبركوليستريليميا في كلستيرول كتير ليه لانه بيتنسب عكسي مع القلب ومن اللي embargoي تيعيني كل ما يطلع قلبي ومن يتريمي فقالك هطلعلك اي حاجة فهطلع لك كوليستيرول الانفستيجيشن اللي انا هعمله هول حاجة هشوف بالدبستيك كده شريط كده بحطه في اليورين بعرف منه في بروتين ولا لأ هلاقي في بروتين هعمل سي بي سي علشان اشوف فيه انفكشن ولا لأ هعمل يوريا وكريات عشان اشوف وظيفة كلا هعمل قلبيومن عشان اشوف القلبيومن قليل ولا لأ ممكن هلاقي هايبوناتريميا يعني السوديوم بتاعي يبقى قليل الهايبوناتريميا دي ممكن تحصل بسبب ان انا كمية المية اللي في الجسم او فيه هايبوفوليميا الضغط بيبقى قليل ممكن نطلع ال-ADH وال-ADH ده بيرجع مية للجسم فيرجع مية بس فنسبة السوديوم relatively تقل طيب قلنا ده indicated by ان انا هلاقي اليوريا والكريات عليين وكمية الدم نفسها قليلة ممكن اشوف علشان ال-C3 وال-C4 بنفرق بينها وبين انواع تانية من البروتينيوريا زي اللي بتحصل مثلا في البوست اللي هناخدها كمان شوية وال-Stripto-Lycin-O وال-Anti-DNASB دول برضو علشان افرق بين اللي هنشرحها كمان دي اقتين ممكن اشوف بطايتس بي و سي علشان ساعات هما بيبقوا سبب النفروتيكس اندروم اصلا ممكن اعمل المالاريا كل الحاجات دي ممكن تبقى اسباب ليه النفروتيكس اندروم طيب ما هي اسباب النفروتيكس اندروم قالك والله وده والحياة مش عارف له سبب لا ادري له سبب حصل ازاي لا ندري الانفلاميشن جامنين لا ندري رحل ايه ما نعرفش ممكن يبقى نتيجة الانفكشن اللي احنا لسه ايلنها المالاريا اللي احنا لسه ايلنها وممكن تبقى بعض الادوية ممكن تبقى هباطايتس بي و سي دي كلها حاجات ممكن تعمل نفروتيك وممكن تبقى العيل مولود بعيب خلوكي هنتكلم عنه كمان دقيقة طيب ده الموست كومون كوز ان احنا مش عارفين له سبب اللي احنا مش عارفين له سبب ده بنتخيل ان هو مناعة يعني هو الجسم متهبل فبقى بيهاجم نفسه فعمل لي هذه القصة ولانه مناعة بنديره كورتيزون لقينا ان نسبة كبيرة جدا منه 90% منه بتستجيب للكورتيزون فسميناه استيرويد سينستيب بصينا تحت الميكريسكوب عشان نشوف يا ترى هو ايه اللي حصل لقينا الحاجات اللي حصل التغيرات بسيطة اوي فسميناه يبقى تاني الاسباب يا اما برايمري مش عارفين لها سبب يا اما ساكندري ليها سبب طب في البرايمري قالك والله جربنا ندي استيرويد لان احنا تخيلنا ان هو مناعة لقينا ان فعلا 90% منهم بيستجيبوا فده سميناه استيرويد سينستيب طب جينا نبص تحت الميكريسكوب علشان نشوف هو ايه المشكلة اللي موجودة باللايت مايكريسكوب لقينا تغيرات عبيطة فسميناه في عشرة في المية ديناهم استيرويد ما جابتش نتيجة فده سميناه استيرويد ريزيستن طيب في الاستيرويد سينستيب قولنا ده في 90% من العيال والبروتينيوريا بتخفل وحدها لما ادي مش بتخفل وحدها بتخف يعني لما ادي كورتيزون والعيال دي غالبا مش بيجي لها كرونيك كيني ديزيز والموضوع بيبقى سهل وبسيط وبييجي في الولاد اكتر من البنات يعني ايه كلمة اتوبي يعني قابلية الجسم او الاستعداد الجيني ان البني قدم يكون حساسية فاحنا لقينا ان العيال دي فعلا عندهم استعداد ان هم ما يكونوا حساسية هنلاقي عندهم ازمة هنلاقي عندهم حساسية جيوب انفية في حاجة يعني في حاجة في المناعة بتاعتهم علشان كده استجابوا للكورتيزون طيب اي حاجة مناعية غالبا بتبقى عموما يعني فيه انفكشن جات حفزت المناعة بتاعت الجسم فالمناعة استجابت للانفكشن واتهبلت فراحت ضربت في حتة تانية فغالبا بيبقى فيه انفكشن قبلها طيب تبتيجي في سن صغير ما بيبقاش فيه هيماتوريا ما بيبقاش فيه دم البلاد بريشر بتاعي ما بيبقاش فيه مشكلة الكمبل من انت بتاعي ما بيبقاش فيه مشكلة كدني بتاعتي ما بيبقاش فيها مشكلة المنجم انت بتاعي ادي كورتيزون من سبتين ميلي جرام لكل ميتر مربع كل يوم وبعد كده بعد اربع اسابيع ابدأ قلل الجرعة وبعد كده ابدأ ادي يوم ويوم لغاية ما تسحبه لان احنا عارفين الكورتيزون لما بنيديه مش بنسحبه مرة واحدة غالبا اليورين مش هيبقى فيه بروتين عند حداشر يوم ما تطولش الكورتيزون لان ده ما رغلوش معنى ان الريلابس ريت هيقل الريلابس يعني ان الاتاك تيجي تاني ملهاش اي لازمة فانت ادي على حسب الجرعة معظم الاطفال بتستجيب خلال شهر لشهر ونص العائلة اللي ما بتستجيبش خلال شهر لشهر ونص او عندهم اي اعراض غير اللي احنا حكينا فيها دي غالبا هيبقوا محتاجين ان احنا نسحب عينة من الكدني علشان نتأكد من الدياجنوزيز هنلاقيها نورمل على اللايت مايكروسكوب عشان كده سميناها ايه سميناها مانيمال اتشينج تعني انت غيرات بسيطة طب لو حسنا المايكروسكوب شوية وخليناه وخليناه الكتروم مايكروسكوب هلاقي مشاكل في مين في البودوسايتز لان احنا قلنا اصلا مشكلة النفروتك هي البازمنت ممبرين والبودوسايتز فبيقولك ان انا هلاقي فيوجن في الاسبيشيلايز اللي هي البودوسايتز وعشان كده بسميها مينيمال اتشينج البروجنوزيز بتاعي بيقولك ان الدنيا ان شاء الله تبقى كويسة الريلابس الاهل هم اللي بيحسوا السايد افكس بتاعت الكورتيزون ممكن تتحسن لو احنا بناخد يوم ويوم اه لو الريلابس كتيرة او محتاجين جرعة عالية محتاجين نغير بقى الستيرويد زي ان الستيرويد ليها سايد افكس كتيرة قوي وخاصة في العيال الصغيرين فبندي حاجة اسمها يعني ادوية مفهاش كورتيزون زي ادوية تقلل المناعة بس مفهاش كورتيزون النوع التاني بقى هو يعني بدي كورتيزون مش بيخف طب اعمل ايه اخد عينة بقى من الكدني وشوف هي ايه مشكلة بالزبط هلاقي ايه والله عندك مجموعة انواع اول حاجة يعني فوكل يعني مش في الكدني كلها في فوكس بس من الكدني سيجمنتل يعني مش في كل النفرون في حتة بس من النفرون ده المست كومون ممكن يبقى وراسي وممكن يبقى ايديو بسك للأسف 30% منهم بيدخلوا في كرونيك كدني ديزيز وبيجي لهم ريكارنس كمان حتى لو نقلوا كليا النوع التاني اسمه مزينجيو كابلاري جولوملونيفريتس او من الاسم بيبقى في بوريليفريشن في البايزمنت بيبقى قليل انتو اخدتو كلام ده بالتفصيل انسانة اللي فاتت بطنة الرينل بعد كده الممبرين بيبقى معاه أمراض معينة وغالبا بيخف بيحصل له ريميشن يعني خلال خمس سنين بيقولك 30% من الناس اللي عندها ستيرويد ريزيستنس بيبقى عندهم ميوتاشن في الجينز في البودوسايد فانكشن وفي البايزمنت ممبرين احنا قلنا احنا في الاخر نفرطك يعني بيزمنت ممبرين وبودوسايد وعشان كده اعمل جينيتك تست طيب احنا قلنا انه فيه اديمة ماذا افعل في الاديمة ادي ديوريتك ثرابي ادي حاجة تنزل المية الزيادة اللي موجودة في الجسم ما تخليش العيل ده يأكل ملح علشان الملح من الحاجات اللي هتشفت مية وده من الاسباب على فكرة ان العيل دي بيبقى عندهم هايبوناتريميا السوديوم بيبقى قليل ادي اس انهابتور نرجع كده تاني اللي احنا حكيناه كنا بنقول ان انا عندي حاجة اسمها راس والراس ده كان الاس هو اللي بيحول انجوتنسن 1 لانجوتنسن 2 وانجوتنسن 2 اللي كانت بتطلع الالدوستيرون اللي بيشفط مية في الجسم فصباح الخير انا اصلا عندي اديمة فمش عايز مية ولا عايز ادي اتش يحبس لي مية فدي ايه ادي اس انهابتور علشان تمنع ان الانجوتنسن 2 يتكون وبالتالي تمنع المية الزيادة اللي موجودة في الجسم طيب ممكن بقى ايه تدي انتي انفلاماتوري علشان الانفلاميشن ده يقلل النفراتيك بعد كده عندي حاجة اسمها كونجينيتل نفراتيك سندروم ودي بتيجي في اول ثلاث شهور من الولادة ودي المست كومون كايند هو ان هو بيبقى علشان اشوف هي ايه المشكلة بالزبط في الجينز غالبا بيبقى معي للأسف بيبقى معي كمبليكيشنز كتير قوي الالبيومنيوريا بتبقى لدرجة ان انا ممكن اشيل الكليا كلها عشان اقلل شوية من البروتينيوريا ومع ذلك بعض الناس بيبقى عندهم وما بيحتاجوش اي نقل رينال ترانس بلانت ده اول حاجة ثاني موضوع معنا بعد البروتينيوريا هو الهيماتوريا يعني ايه كلمة هيماتوريا يعني فيه يورين فيه بلد بينزل في اليورين البلد اللي بينزل في اليورين ده ممكن يبقى بسبب الجولومرلاي اللي احنا لسه قيلين عليها في الاندوتيليم فبدأ ينزل يبقى هيماتوريا طب ده ايه اللي هيميزه ان البول بتاعي لما الدم ينزل فيه يبقى لونه براون ليه لانه نزل من مسافة بعيدة جدا فهيتأكسد ولونه هيتغير والحاجة التانية اللي بري 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 امبورتنط حاجة اسمها ديس مورفك ار بي سيز ار بي سيز شكلها ابنورمل شاب دي ليه لان دي مهروسة ومفعوصة ومعدية بين الصقوب دي فطبعا اتهرست فشكلها بيبقى متغير دول اهم حاجتين زائد ان انا ممكن الاقيهم متجمعين مع بعض في سورة كاست وممكن الاقي معايا بروتينيوريا عشان غالبا المشكلة اللي في الجولومرلاي اللي هتنزل هتنزل بروتينات الحاجة التانية بقى ان يبقى عندي بسبب مشاكل من تحت واحد عنده حصوة فقاعد يخبط فيه فينزل شوية واحد عنده تيومر واحد عنده انفكشن فدي غالبا هيبقى لونها ريد عادي وبتبقى موجودة في بداية او نهاية طيار يعني غالبا ما بيبقاش معايا بروتينيوريا طيب الاسباب بتاعتي عندي حاجات نون جولوميلر زي الانفكشن الحصوة واحد مخبوط واحد جاي له تيومر واحد عنده سيكل سيل واحد عنده مشاكل في الدم طب الجولوميلر البوستستريبتوكوككال جولومرونيفريتس يعني غالبا بتبقى نيفريتك سندروم طيب ماذا افعل لو حد عنده هيماتوريا كل العيال خد لهم يورين مايكروسكوبي اعمل مزرعة لليورين شوف اليوريا والكريات عشان تتأكد فيه مشكلة في الدم ولا لا اعمل صنارة عشان تتأكد فيه مشكلة في الكيدني ولا دا اعمل قولنا اليوريا والكريات والآيبرومين وكل الحاجات دي اعمل كواجيليشان سكرين شوف اصلا عنده مشكلة في الدم ولا لا طب انت حسيت ان هي جولوميلر هيماتوريا الدم لونه بني وديسمورفك وشكله متغير ومش عارفة ايه دور بقى على اسباب النفريتس اللي هي ايه بطايتس بيو سي ممكن تعمل نفريتس ممكن تاخد عينة من الكليا ممكن تاخد عينة من الزور عشان تشوف الستريبتو كوكاي هنشرحها دلوقتي دور على الانتي باديز كل الحاجات دي طيب بيقول لك الهيستوري والإجزامينيشان ممكن يقول لك الدياجنوزي هاخد عينة بايوبسي امتى لو انا عندي بروتينيوريا ولو انا عندي هيماتوريا يعني بروتينيوريا مكملة معايا هيماتوريا ما بتتكرر كل شوية عملت وظيف كلا لقيتها مش مظبوطة الكمبلمنت بتاعي مش مظبوط معنا كده ان انا غالبا هحتاج عينة من الكليا عشان اشوف ايه الابنورماليتيز طيب ايه الاجيوت جولومرونفريتس او النفريتك سندروم قولنا بيحصل حاجتين انفلاميشن فيه الجولومرولاي ودمج في الاندوسيليم دامج في الاندوسيليم يعني ايه يعني دلوقتي بقى بينزل ربيسيز وبقى بينزل بروتين بينزل بروتين يعني عندي بروتينيوريا بقى بينزل ربيسيز يعني بقيت كاست وشكلها ديسمورفك بس كده قالك لأ ده في حاجة كمان هتحصل نتيجة الانفلاميشن بتاعة الجولومرولاي وهو ديجريز الجولوميلر فلتريشن ريت ليه لان الجولومرولاي بتاعتي انفلام فامسو سوري والله انا اسفة مش قادرة اقوم بالفونكشن اللي انتوا بتقولولي اقوم بها انا المفروضة فلتر الدم بس انا والله يتعبانة دلوقتي وعندي انفلاميشن فالجولوميلر فلتريشن ريت بتاعي بيقل مش عارف اناق الدم يبقى اليوريا والكريات هيزيده مش عارف اناق الدم فاليورين اللي هيتكون هيبقى قليل مش عارف اناق الدم فالدم محبوس في الاوعية الدموية فبيزيد الهايدروستاتيك بريشر يعني ايه هيدروستاتيك بريشر يعني المفروض الجولومولاي دي انزل منها الفلويد لهنا انا مش عارف انزله فهو محبوس في الاوعية الدموية فالضغط بتاعه يزيد لما يزيد يعمل لي هايبرتنشن ويعمل لي اديمة الضغط بتاع الدم لما بيزيد الدم هيطلع برا الاوعية الدموية تعمل لي اديمة وفي نفس الوقت الضغط جوه طيب ايه الاسباب اللي عندي اولا ايه الكلانيكال بيكتشر قلنا ان انا عندي بصوا اهم حاجة هيبدأ يقل الكلام ده هيؤدي الى ان اليورين بتاعي هيبدأ يقل هيبقى عندي هايبرتنشن هايبرتنشن ده ممكن يدخلني في تشنجات هيبقى عندي ايديمة وهيبقى عندي هيماتوريا وبروتينيوريا الطيب المناجمنت بتاعي العيل ده ضغطه عالي وبالتالي ممكن ندي دايوريتكس ممكن ناخد بالنا قوي بيأكل مية وملحة قد ايه علشان الضغط بتاعي ما يزيتش طيب اول موضوع معنا هو البوست هديكم تلخيص الستريبتو كوكاي وهنشرحها في اكتر من درس كمان شوية البيتا هيمولاتيكاس استريبتو كوكاي بتعمل لنا 3 مشاكل اول مشكلة ان هي بتعمل لنا انفكشن بتعمل لنا عدوى عدوى فين بقى عدوى في الزور بتعمل فارنجايتس او وبتعمل عدوى في الايد اللي هي درماتايتس بس كده قالك لا ده البيتا هيمولاتيكاس استريبتو كوكاي بتعمل بتطلع كمان توكسن والتوكسن ده بيؤدي الى احمرار في الايد وده اللي بيحصل مع السكارلت فيفر هناخدها في الانفكشن بس كده قالك لا ده البيتا هيمولاتيكاس استريبتو كوكاي بتعمل اميون ري اكشن الجسم بيتفاعل معها مناعياً بيكون قصادها أنتجن ويعمل لي مشاكل المشاكل قال لك والله هيعمل ريوماتيك فيفر هناخدها في الهارت وهيعمل بوستستريبتوكوككال جولومرونيفريتس اللي احنا بنتكلم فيها دلوقت ان هو يروح يعمل انفلاميشن في الجولومرلاي ويعمل لي نيفريتك سندروم يبقى البيتا هيموليتكاس استريبتوكوكاي 3 مشاكل هتعمل انفكشن فارينجايتس درماتيتس هتطلع توكسن سكارلت فيفر الجسم يتفعل معها مناعيا بعد الانفكشن فيعمل لي ريوماتيك فيفر وبوستستريبتوكوكال جولومرونيفريتس احنا دلوقت هنتكلم عن البوستستريبتوكوكال جولومرونيفريتس بيقولك ده بسبب مين اهو جروب اي بيتا هيموليتكاس استريبتوكوكاي بتيجي امتى 3 اسابيع بعد الانفكشن ان هو انفكشن يا شباب وجع الزور او الدرماتيتس بتحصل فيه الاطفال من سنتين لاثنشر سنة بتيجي في الولاد اكتر من البنات اهي بصوا ده immune complex mediated mechanism ده نوع من الحساسية اسمه type 3 hyper sensitivity reaction يعني antigen وantibody مسكوا في بعض راحوا ترصبوا في مكان عملولي inflammation طيب عشان فيه inflammation وفيه حاجة منيلا بنيلا هنكتف الكمبيلمنت فالكمبيلمنت بتاعي هيبقى متاكتف البرزنتشن بتاعي ممكن يبقى عبيد جدا وإنفلاميشن لا يرى والاربسيز اللي نزلة انا مش شايفاها اصلا فشفتها بالmicroscopic hematuria يعني بعد ما اخدت عينة وممكن يعمل acute typical nephrotic syndrome يعني ايه يعني اليورين بتاعي بقى لونه احمر او لونه براون منزل شوية بروتين بس مش قد بتاعي النفراتي مش قد النفراتي هيبقى عندي ايديمة الضغط عالي ضغط عالي لدرجة انه ممكن يدخلني في تشنجات وممكن يعمل لي acute kidney injury العلاج بتاعي للأسف امنع بس السوديوم ادي شوية diuretics ادي مضادات للضغط لو انت اديت علاج اللي هو анتيبيوتك للبكتيريا نفسها انت كده ما منعتش ايه الستريبتو كوكاي ليه لان انت خلاص هو الimmune reaction already حصل كان المفوض بقى تدي الانتيبيوتك امتى اول ما جاله واجع في الزور لمدة عشر ايام عشان تمنع ان الجسم يتفعل معاه لسه خلاص already بقى فيه immunologic reaction خلاص يا حبيبي كل سنة انت طيب الانتيبيوتكس اللي هتديها ملهاش لازم قوي البروجنوزز بتاعي كويس مش وحش بس ساعات ما بيبقاش حلوة قوي في التبيكالكيزز الهيماتوريا والبروتينيوريا والكلام ده بيخف خلال من خمس لعشر ايام بس المايكروسكوبك هيماتوريا يعني الريد بلوتسلز بتاعتي يفضل فيها تفضل موجودة في اليورين وهي مش بينة ممكن تطول معايا لمدة شهور ويمكن سنين طيب تاني نوع عندي من اسباب النفريتك هو الهنشول لايم بيربرا الهنشول لايم بيربرا ده برضو عبارة عن في الجسم او اي جي اي او اي جي جي بيينتر اكت مع الجسم علشان يعملي كومبلكس والكمبلكس دي بتروح تديبوزت تتراكم في الورجنز الورجنز دي منطمنهم الكالية بس مش الكالية بس بس لما بيتراكموا في الكالية بيتراكموا في الجولومولاي وبيعملولي نفريتك طيب بيتراكموا فين تاني بقى بيترقموا في الجلد بيترقموا في المفاصل بيترقموا في البطن وبيترقموا في الكلية يبقى اربع اماكن بيحصل من 3 ل 10 سنين بيحصل في الولاد اكتر بصوا الحمد لله رب العالمين كل اللي قلنا النهاردة بيجي ايه في الولاد اكتر وقلنا اي حاجة مناعية غالبا بتبقى مسبوقة بانفكشن في الجسم الانفكشن ده هو اللي حفز جهاز المناعة دخلني في هذه المشكلة المناعية كمان بيبقى عندي جينيتك بري ديس بوزيشن الحاجة المميزة اللي فيه ان انا هلاقي الاي جي ايه كتير لان غالبا الاي جي ايه هو اللي هيروح يتراكم في هذه الاماكن طيب هلاقي ايه بيقولك ممكن يبقى عنده فيبر ماشي مش مهم تاني حاجة الجلد بيعمل لي راش الراش ده المست اكتر حاجة بينه بيبقى سيمتريكال شبه بعض الناحية اليمين والشمال بيبقى موجود على البوتكس وبيبقى موجود على الاكستنسور سيرفز بتاعت الدرعات والليجز غالبا الترانك ما بيبقاش فيه اي مشاكل الاول بيبقى ارتكارية هرش وبعد كده ماكيلو بابيولر يرتفع شوية وبعد كده يبقى بيربريك المهم ان هو هيقعد او هيفضل يروح وييجي خلال كام اسبوع اهم جملة في كل ده ان الراش هو الفرست كيلانيكال فيتشرز بخمسين في المية من العيال وده الكور نارستون علشان اشخص الهيدشول لاين بيربرا تاني حاجة هزيه التراثبات بتروح المفاصل ودي بتحصل في تلتين العينين خاصة اللاني والانكلز وبتبقى بيعمل لي اديمة طيب مش بتعمل لي long term damage لأ ده هي بتخفه والمواضيع ايه بتتزبط بعدها طيب الحاجة اللي بعد كده بتعمل لي colic abdominal pain مغس ولو هو سيفير قوي ممكن اعالجه به الكورتيكوستيرويد الانفولفمنت بتاعي ممكن ياكل في الاوعية الدموية اللي موجودة في ال جي اي تي ويعمل لي هيماتامسيس ترجع دم او ميلينا يعني دم في الستول ممكن تعمل انتواخدانها في الجراحة الباول يعني او الانتستن تدخل في بعضها كده زي الشراب اخر حاجة الرينا الانفولفمنت هو كومون بس غالبا مش بيبقى اول سيمتوم احنا قلنا اول سيمتوم غالبا بيبقى اللسكين 80% من العيال هيبقى عندهم هيماتوريا وشوية بروتينيوريا والعيال هتعمل complete recovery risk factors بقى بتاعت chronic kidney disease هي ان البروتينيوريا تبقى سيفير قوي الاديمة تبقى فضيعة قوي الضغط يبقى عالي قوي الوظيفة الكلة تبقى متنيلة لو اخدت عينة من الكليا ولاقيت فيها الاعراض عنيفة بيقولك لو الرينا البيوبسي اه الرينا البيوبسي هتحدد لي لاي مدى بتاعين التريتمنت بتاعين السيسري كل الاطفال اللي عندهم هنشو المفروض ان انا اعمل لهم علشان اشوف العيال اللي لسه عندهم هيماتوريا او بروتينيوريا حتى لو مش باينة طيب الناس بقى اللي عندهم طول الوقت يعني عندهم هيماتوريا وبروتينيوريا بعد سنة المفروض ان انا اعمل لهم لونج تير مفروض يعني ما سبهمش طول الوقت ابقى بتابع معاهم طيب ليه لان انا خايف ان يجي لهم بعد كده هايبرتينشن او كورونيك كيدني ديزيز كومبليكيشنز بتاعتي ممكن يجيلي اوركايتس ممكن يجيلي سنترال نيرفوس سيستم مانيفستيشن بعد كده عندي موضوع معرفوا عنه العنوين بس هو الهايبرتينشن ايه اسباب الهايبرتينشن ياما مشاكل في الكليا ياما فيه يعني الاورتة بتاعي دي انا اشرحه بالتفصيل في الكارديو يعني الادرنالين والنور ادرنالين زيادة بسبب ورم معين يعني اندوكراين مشاكل بقى هي اللي بتطلع الهرمونات اللي بترفع الضغط يبقى دي بس اسباب الهايبرتينشن ياما استنشيال هايبرتينشن وده استنشيال يعني ايه استنشيال يعني والله مش عارفين له سبب ساكندري مش عارفين له سبب طيب بيقولك الدياجنوزيس لازم اعمله لما اعمل اكسيكلوجن لكل الاسباب يعني اتأكدت ان ما فيش اي مصيبة تانية هقول استنشيال هايبرتينشن وده ممكن يبقى في العالم ايه متختاخة شوي بعد كده عندي موضوع اسمه الهيموليتك يوريميك سندروم من الاسم يا شباب هيموليتك يعني فيه هيموليسز يعني فيه تكسير فكورات الدم يعني فيه انيميا يوريميك يعني فيه يوريميا يعني اليوريا زيادة لان فيه رينالفلير سندروم افتكروا منها حرف الاس دي ثرومبوسايتو بينيا البليتلتس بتاعتي بتقل يبقى ده عبارة عن ترياد هيموليسز يؤدي الى انيميا يوريميا نتيجة الرينالفلير البليتلتس بتاعتي قليل طب ايه اللي حصل يعني البسوجينيسز بتاعتي بتقولك ان انا ممكن يبقى عندي الاول او اللي بيحصل يعني ان البني ادم ده جاله انفكشن بارجانيزم الارجانيزم ده عمله بلادي داري نتيجة الارجانيزم زي الايكولاي مثلا او الشجلة ايه المشكلة؟ مشكلة ان هم بيطلعوا توكسن اسمه شيجا توكسن ايه المشكلة؟ مشكلة ان الشيجا توكسن بيروح يمسك في ريسبتور اسمه جي بي ريسبتورز موجود على الجولومرولاي وعلى CNS وورجانز تانية بس اكتر مكان موجود هو الجولومرولاي هذا الريسبتورز لما بيمسك فيه التوكسن ده بيخلي الخلايا ابوبتك يعني عايزة تنتحر تعمل ابوبتوزيز طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان الخلايا بتاعتي لما بتنتحر بتخلي الاندوسيليم بتاعي بتاع الجولومرولاي سرومبوجينيك يعني سرومبوجينيك يعني بيكون جلطات لما كون جلطة يبقى البليتلتس بتاعتي هتروح تشوف ايه المصيبة دي فالبليتلتس بتتاكتف والبليتلتس هي اللي بتكون هذه الجلطات برضو ايه المشكلة؟ لا انا عندي هنا مشاكل كتير قوي الجولومرولاي بتاعتي دي لما تتقفل بجلطة هتعمل لي اسكيميا الاسكيميا دي هتعمل لي رينا الفيلير والرينا الفيلير هيعمل يوريميا يبادي اول حاجة تاني حاجة البليتلتس انا اخدتها هلا بلا كلها وعملت بيها جلطات فاستهلكتها فلما جيت ادور على عددها في الدم لقيتها قليلة الحاجة التالتة انا الوعاء الدموي قفلته كده فالاربسيز وهي ماشية بتطفعص وبتتكسر فبعمل بيعمل فيحصل وهو ده اللي هيؤدي للانيميا البسوجينيس مش عليكم بس عشان تبقوا عارفين الاعراض جات من ايه هيموليتك يعني هيموليسز يعني انيميا يوريميك يعني يوريميا يعني رينا الفيلير سندروم افتكروا منها اس اس اللي هي البليت اللي تسألت بسبب ايه بسبب القصة اللي احنا شرحناها دي يبقى الهاص او الهيموليتك يوريميك سندروم ده ترياد اف ايه رينا الفيلير مايكرو انجيوباثيك هيموليتك انيميا ويه ثرومبو سايتو بينيا دي بسبب ايه جاسترو انتستينا الانفكشن باي التوكسن بروديوسينج ايكولاي ويه الايكولاي هي اللي مطلعة التوكسن دي بس كده قالك لأ ممكن الشجلة كمان هي اللي تعملي المشكلة دي الموضوع بدأ ازاي ببلادي ديارية التوكسنز من الاورجنز دي بتروح تبوز الاندوثيليم بتاع الكدني ومنها بتعملي الثرومبوزيس جميل البليتلتس بستهلكها في هذه العملية فبيحصل لي ثرومبو سايتو بينيا نتيجة الثرومبوزيس اللي بتحصل بيقفل لي المايكرو فاسكليتشر فممكن يعملي جلطات في اي مكان في الجسم اكثر حاجة عندنا اسباب ودي بس علىكو أسباب ياما اسباب بري رينل بره عن الكيدني ياما اسباب رينل مشكلة في الكيدني ياما بوست رينل اللي هي البري رينل طبعا اشهر سبب فيه هو دي هيدريشن الرينل انتو اغدين بقى الحاجات دي في البطنة بالتفصيل وفي الاطفال مش عليكو لان هو مش كومن اوي في الاطفال غير انكم بس تعرفوا الاسباب كده زي ما قلتلكو اتمنى انكم تذكروا ما انا بشرح الحاجات المهمة تفهموا البسوجينيس عشان تبقوا عارفين الحاجات من غير ما تحفظوا الاعراض وان شاء الله يا رب تكون حصة سهلة ولزيزة عليكم والقاكوا على خير الحصة القادمة